أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما تشهده العلاقات البحرينية العمانية من تطور وتقدم على مختلف المستويات والتي عززتها الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشغيقين ومواصلة تنميتها نحو مزيد من العمل والتنسيق بما يلب التطلعات المشتركة أشعر سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة على الدفع بمسار العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان نحو أفق أرحب في مختلف المجالات بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الوعيدة التي تعود بالنفع والنماء لصالح الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه يحفظه الله بقسر كبابيا اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد عبدالله بن راشد بن ديلوي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين ذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله حيث أثنى سموه على جهود سعادة السفير العمالي في تعزيز العلاقات البحرينية العمانية وأتمنى سموه التوفيق والنجاح لسعادته في مهمه المقبلة كما نقل سعادة السفير العمالي تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما حمله سموه ونقل تحياته إلى صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة حفظه الله من جانبه أعرب سعادة السيد عبدالله بن راشد بن ديلوي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية العمالية ومنوها بما لقيه من دعم ومساندة في مملكة البحرين أسهمت في تسهيل مهام عمله في المملكة متمنيا للبحرين المزيد من التقدم والاستهار